من صور تكريم الإسلام للمرأة أن جعل بعض الشعائر والعبادات الظاهرة في الإسلام والتي يقوم بها رجال الأمة ونساؤها يقوم بها على مر التاريخ منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا هذه الشعائر كان أصلها أن مرأة هي من مارسها وهي من فعلها فالله تبارك وتعالى أراد أن يخلد ذكر هذه المرأة الصالحة فجعل ما قامت به شعيرة يتعبد بها جل جلاله إلى قيام الساعة والشيء الذي تحدث عنه هو قضية السعي بن الصفة والمروة معلوم قصة أمنا هاجر عليه السلام عندما كانت تبحث عن قافلة ربما تمر في ذلك الواد الذي لا زرع فيه ولا ماء فيه فكانت تصعد على الصفة ثم تنتقل إلى المروة من أجل أن ربما تظهر لها قافلة فتعطيها شيئا من القوت لها ولوليدها فالله تبارك وتعالى شكر لها هذا الصنيع وأراد أن يخلد ذكرها وهي المرأة المطيعة وهي المرأة الصالحة المطيعة لربها ولزوجها فجعل ما قامت به في ذلك اليوم شعيرة يتعبد بها ربنا تبارك وتعالى إلى قيام الساعة والأمثلة على ذلك لا تحصر ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا في موعد لاحق بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصم أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا من كل ما يحاك بهن من طرف أعداء الأمة آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله